موسيقى أهلا بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث الأزمة الإنسانية التي تعاني منها معظم المحافظات الجمنية هي التعبير الأبرز والأصدق لما تعنيه الحرب الأهلية التي أدخلت ميليشيا الحوث والمخلوع صالح البلاد في طياتها منذ أكثر من عامين أزمة إنسانية خانقة ضربت ما تبقى من محاولات لإفلات اليمنيين من أتون المجاعة التي تؤكد كافة التقارير الأممية أن اليمن باتت أحد أكبر دول العالم جوعا وفقرا في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف أمام هذا الموضوع لنناقشه في محورين أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية ووصولها إلى حد المجاعة وكيف تتعامل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية مع هذا الواقع أكثر من 15 محافظة باتت على حافة الجوع الذي التهم حتى اللحظة قرابة 7 محافظات الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تقول إن اليمن تعاني من نذر مجاعة هي الكبرى في العالم إذا لم يتم تدارك الأمر معاناة مزدوجة جراء انقطاع المرتبات وانضمام غالبية اليمنيين إلى صفوف البطالة وانعدام كافة فرص العيش بسبب القيود التي فرضتها الميليشيا على حركة التنقل في البلاد والتهامها كافة مقدرات الدولة وأيضا عجز الحكومة الشرعية عن المضي قدما في معركة استعادة الدولة أو توفير المرتبات للموظفين بشكل منتظم ما يزال المواطن اليمني وحده من يدفع ثمن ذلك كل يوم قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ترتفع وطيرة المواجهات وتعود المعارك إلى بدايتها ومع كل تجدد لحرب دخلت عامها الثالث تقل احتمالية النجا من شبح المجاعة والكوارث الإنسانية المتفاقمة معادلة باتت تؤكدها التقارير الدولية كل يوم في بلد وصل به تدهور الأمن الغذائي إلى أدنى مستوياته فيما دخلت غالبية المحافظات مرحلة الخطر وأمام واقع سوداوي يعجز الكثيرون عن التعبير عنه أطلق ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان أناجعان تعبيرا عن ما وصل إليه الحال من تدهور معيشيا انعكس على جميع المستويات الأسرية داخل المجتمع وأدى إلى التفكك الأسري في مراحل كثيرة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين رفعت من مستوى تحذيراتها هذه المرة لتصل إلى التأكيد على احتمال موت الكثيرين بسبب الجوع في اليمن هذه التحذيرات تأتي بعد شهر من تحذير منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين الذي أكد أن 20 مليون شخص يواجهون الموت الجوعا في اليمن وجنوب السودان والصومهال وأمام توقعات من حدوث أزمة أسوأ من تلك التي وقعت في القرن الأفريقي عندما لقي 260 ألف شخص حتفهم بسبب المجاعة تقول الأمم المتحدة إن نحو 19 مليون يمني بحاجة للمساعدات وإن بضعة ملايين منهم سيلقون حتفهم إن لم يتم تدارك الأمر بأسرع وقت الإحصاءات التي أوردتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات عادت أسبابها إلى عدم إمكانية إدخال المساعدات وارتفاع سعار المواد الغذائية فضلا عن عوامل أخرى أدت إلى انعدام الأمن الغذائي بالكامل حرب التهمت كل شيء ولم تبق في هذه البلاد مكانا إلا وأوصلت إليه كل الأزمات وفي كل مرحلة من مراحل هذه الحرب الطويلة وحدهم المواطنون من يدفعون ضريبتها كل يوم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونبدأ الحلقة مع محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونسف في اليمن الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء مرحبا بك سيد محمد وما زالت تتوالى التحذيرات التي تصدرها الأمم المتحدة عن واقع المجاعة في اليمن وتتوالى التقارير للمنظمات التي ترتفع فيها إحصائيات وأعداد الجوعة ولكن دون أي حلول على الواقع أو إنقاذ هؤلاء ما السبب بذلك أستاذ محمد كيف يمكن تفادي هذه الكارثة التي توشك اليمن على دخولها من المؤسف أن أؤكد براغم تكرارا أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي واحدة من أكبر الأزمات في العالم إن لم تكن الأزمة الإنسانية الكبرى على الإطلاق من بعد الحرب العالمية الثانية هناك أكثر من ثلثي السكان في البلاد بحاجة إلى مساعدات الإنسانية عاجلة هؤلاء الناس لا يجدون ربما تكوفر لديهم وجبة واحدة باليوم ولا يؤمنون الوجبة التالية وبالتالي يضع الملايين من اليمنيين في مواقعها مباشرة مع خطر الجوع هذه أرقاء هؤلاء بشر هؤلاء أشخاص كانوا يعملون وكان لديهم مصادر دخل كان لديهم من يعولهم ولكن الآن مع استمرار الحرب ودخولها في العام الثالث تعطلت سبل الحياة بشكل كبير اضطرت الأسر إلى استنفاذ كل المدخرات والبخزونة التي كان لديها وبالتالي الآن أصبحت على شفى جرفة نهار نستطيع أن نقول ذلك أكثر من مليونين ومئة ألف طفل يعانم سواء تغذية الحاد يعني قرابة نصف المليون طفل منهم يعانم سواء تغذية الحاد الشديد الذي يعرضهم للوفاة ملايين اليمنيين ينامون ببطونا خاوية ولو يستيقظون على أمل أن تأتي مساعدة من مكان ما دون وصول المساعدات الكافية لكل الأسر والمحتاجين الأسباب كثيرة جدا تتمثل باستمرار الحرب تتمثل بارتفاع منصوب البقر تتمثل بتدور الاقتصاد الذي يشهده البلاد الاحتراب السياسي برواتب الموظفية الدولة أكثر من مليون ومئة ألف موظفين من موظفية الدولة لاحصلون على الرواكب وهؤلاء يعيلون مئة ملايين الأسر وبالتالي نواقعهم مشكلات مختلفة أيضا تدور المنظومة الاجتماعية ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية الذي كان يدعم أكثر من مليون واربعمائة ألف حالة بما يغطي سلعة مليون نسمة من الأشخاص الفقراء وكانت اليمن فقيرة قبل هذه الحرب وهذه الحرب زادتها فقرا وزارت المحتاجين حاجة وقعلت الأشخاص الذين كانوا لو صح التعبير في الطبقة المتوسطة أصبحوا تحت خط الفقر الآن بمعنى ما لم يكن إيقاف الحرب وتكثيف المساعدات الإنسانية وفتح سبب الوصول للمساعدات بشكل عام لكل المناطق التي تحتاج مساعدات سنواجه مجاعة حقيقية وبالتالي ستكون الكارثة أكبر مما يمكن الاستجابة لها نعم سيد محمد الأمم المتحدة منظمة هي من تصدر هذه التقارير التي تنبئ بالكارثة الإنسانية التي تتحدث عن الكارثة الإنسانية هذه المنظمة هي من درجة أو تتبع الجهات الراعية للأطراف في اليمن والراعية للتسوية السياسية ألا تستطيع أن تعمل ضغط على هذه الأطراف لحل هذه الإشكاليات التي ذكرتها أنت والتي يشارك فيها الجميع التي أدت إلى هذا الوضع الأمم المتحدة هي أمم المتحدة لكل أعضاء وممتحدة كل دول العالم وبالتالي لا تملك عصر سحرية لإدخل للأزمات الأزمات التي تعيشها اليمن تختلف على الأزمة التي في الصومال وفي الحالتين تسبب مقاعة أزمة اليمن هي أزمة من صنع البشر والبشر الذين صنعوا هذه الأزمة موجودين ومتواجدين وربما يسمعوني ويسمعوك ينبغي أن ينظروا للإنسان ينظروا لملايين الأطفال ينظروا لأحلام الصغار ينظروا للمستقبل الذي ينتظرونه هم وأطفالهم وأطفال اليمن جميعا لا ينبغي أن ينتظروا لحلول قاتمة من خارج الكوكب أو من خارج الحدود اليمنية الحلول موجودة وموجودة بداخل اليمن وبأيدي اليمنيين وبالتالي يتحمل كل أطراف الصراع كل يمن مسؤولية استمرار الحرب أو إيقافها وبأيديهم أن يقفوا هذه الحرب وأن يقفوا معاناة اليمنيين لا نستطيع أن نظل دائما عالقين منتظرين الحلول من الخارج الأمم المتحدة مقرد وسيط وميسر ولا تملك عصر سحرية الحلول ولا تملك إثانات المادية والبشرية للإستجابة لكل هذه الأزمة الإنسانية وتدعاتها التي تتضاع في يوم بعد آخر في كل محافظة اليمن وتتقاوز الغذاء والدواء والماء والإيواء وغيرها من الأزمات التي الآن لدينا أزمة تعليم أكثر من 16 ألف معلم ومعلمة في أكثر من 13 محافظة في وسط وشمال اليمن لم يصلوا على رواتبهم منذ 6 أشهر وهؤلاء معلمون لهم أسر ويحتاجوا لمواصلات ومصاريف بحاجة صورة لمدارس ويعلموا أطفال سيدفع الأطفال ثمن مضاعف حرمانا من التعليم وحرمانا من الأمن وحرمانا من الأصلاح الأزافية وحرمانا من التغذية السليمة وحرمانا من المياه الصالحة للشرب وأيضا يبقوا حرفين من المخاطر منها عرضا للتجنيد عرضا لاستغلال الفتيات وتزويقهم بسن المبكر مما يجعل أزمة اليمن أزمة مستمرة وفي حلقة مختلفة تنتهي ينبغي أن يقف هذا أو أن يتوقف والحل بأيدي اليمنين نعم سيد محمد دائما ما تشتكي هذه المنظمات من ضعف الاستجابة في التمويل من بإمكانه تمويل هذه المنظمات لتخفيف من الوضع القائم وتقديم المساعدات بالتأكيد نشتكي من ضعف التمويل أو قلة التمويل للخصصة لاستجابة الإنسانية في اليمن واطلقنا حملة نقول أن اليمن بلد منسي ولذلك قبل التمويل ينبغي أن تقف الحرب لا يمكن لو أتيت بتمويل العالم والحرب مستمرة ستكون تصد ثغرة وتنفدح ثغرات لذلك أول حق تسلول الأزمة الإنسانية في اليمن وإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وحل دائم بحيث نستطيع أن نستجيب الأزمة الإنسانية وننتقل مباشرة لمرحلة التنمية والإعمار في البلاد نعم إذن سيد محمد تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث سيدة ريم ندا المسؤول الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي التي تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مرحبا بك سيدة ريم إذن ما زلنا نتحدث عن الوضع الإنساني في اليمن ودائما كنت معنا ضيفة في هذه الحلقات تقارير من نظمات الدورية الآن تكشف عن مستوى خطير وكارثي من أزمة الغذاء أنت كنت تحدثت في حلقة سابقة أنكم في برنامج الغذاء العالمي تسعون في برنامج معين لرفع مستوى الاستجابة الدولية لتمويل المنظمات لتجاوز هذا الوضع هل هناك أي جديد في هذا الخصوص؟ نعم هو أعلن برنامج الأغذية اليوم أنه بصدد توسيع عملياته في اليمن وذلك من شأنه أن نزيد تقديم المساعدات الغذائية لنصر لنحو تسعة ملايين شخص في اليمن يحتاجون الإغاثة بشكل عاجل طبعا من ضمن هؤلاء أيضا المهاجرين الذين بعدهم موجودين في اليمن ولكن يجد الإشارة إلى أن من هؤلاء التسعة ملايين شخص هناك أيضا نساء وأطفال يجب أن يحصلون على مساعدات غذائية خاصة حتى نحول دون أن يعانون من السوء التغذية الذي هو يعني إذا وصل بهم الأمر إلى السوء التغذية الشديد فهو شيء غير قابل للإصلاح الآن يمكن تدارك هذا من خلال تقديم حزمة معونات للأشخاص الذين هم في أشد الإحتياج في اليمن طبعا بالنسبة لنقص التمويل هي مشكلة كبيرة تواجه كل العاملين بمجال الإغاثة في اليمن بالنسبة لنا كبرنامج الأغذية العالمية نحن نحتاج من أجل أن نصل إلى هؤلاء تسعة ملايين في خلال السنة القادمة من الآن وحتى نهاية شهر مارس 2018 نحتاج إلى مليار ومائتين مليون دولار أمريكي طبعا هو رقم كبير حتى الآن لم نؤمن منه سوى جزء صغير جدا ولذلك في شهر إبريل ومايو الآن نحن نعطي الأولوية إلى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق هي معرضة للانزلاق إلى المجاعة إذا لم يتم مساعدتهم بشكل كبير فهناك 2.5 مليون شخص سوف يتلقون مساعدات غذائية حسة غذائية كاملة تكفي 100% من احتياجاتهم الشهرية كذلك هناك أكثر من 4 ملايين شخص سيتلقون 60% من الحصة الغذائية في الشهرين القادمين طبعا برنامج الأغذية العالمي يعني يأمل أن يؤمن الموارد المالية اللازمة حتى يستطيع بعد ذلك أن يستمر في تقديم المساعدات لهؤلاء الأشخاص وكذلك الوصول إلى التسعة ملايين شخص إذا سيدة ريم هل هناك لدى برنامج الغذاء العالمي خطط لزيادة التمويل ليستطيع تلبية هذه الاحتياجات التي تحدثت عنها كيف يمكن الضغط على الجهات الدولية المانحة لتوفير أو لسد هذا العجز في التمويل؟ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي الجاري هناك مؤتمر مانحين في جينيف نأمل من خلاله أن يتم التعهد بإنقاذ اليمن وتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي وتوفير الاحتياجات اللازمة لملايين الأشخاص في اليمن طبعا بدون هذا التمويل لن نستطيع الوصول لكل الأشخاص الذين نستهدفهم في اليمن نحن لا نريد أن نترك شخص واحد يحتاج إلى المساعدة بدون مساعدة ولكن بدون تمويل لن نستطيع تأمين هذا نعم سيدة ريم ماذا بالنسبة لسلسة دخول المساعدات إلى اليمن؟ هل تستطيعون إيصال المساعدات إلى كافة مناطق اليمن؟ أم أن هناك مشاكل وعراقل تواجهكم أثناء تأدية عملكم؟ طبعا هناك تحديات كبيرة واجهها برنامج الأغذية العالمية على مدار العامين الماضيين حتى مؤخرا في شهر سبراير وصلنا إلى عبد قياسي من الأشخاص في شهر واحد وهو خمسة ملايين وتلسمائة ألف شخص نعم خمسة ملايين وتلسمائة ألف شخص نعم في سبعة عشر محافظة يمنية ولكن طبعا كما ذكر زميلي هناك الحاجة إلى توافق سياسي إلى تنحية الخلفات جانبا وإلى النظر إلى الاحتياجات العاجلة لمدنيين هم في أمس الحاجة إلى هذه المفاعدات وتسهيل مهمة عاملين الإغاثة نعم إذن السيدة ريم ندى المسؤولة الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك وبالعودة إليك سيد محمد لعلك استمعت إلى حديث السيدة ريم ندى ماذا بالنسبة لكم في اليونسف هل لديكم أيضا خطاط لزيادة التمويل ولرفض المنظمة هذه بالتمويل التي تحتاجه لتأدية عاملها بالتأكيد نحن نتطلع لهذا المؤتمر الذي سينعقد في جنيه في الخامسة والعشرين من الشهر الجاري وأيضا قمنا بإطلاق وتدشين خطط الاستجابة الإنسانية لليونسف لعام 2017 والتي تحتاج 280 مليون دولار ولدينا حتى الآن وفر من العام الماضي وأيضا بعض الفردة يحضر لها 30 مليون دولار يمكننا من العمل حتى تكاليف الأشهر القادمة طبعا هناك اتفاق بين اليونسف والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بتوقيع قطاعية الصحة والتغذية في اليمن بمبلغ كبير والآن ترتبات لذلك ونتمنى من ذلك الشفاة على النظام الصحي والنظام التغذوي في اليمن فيما يخص الله الصال لتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم وللأمهات والمرضعات والحوامل الاحتياجات في اليمن مهولة وكبيرة جدا حتى وإن تمويل والسرعة التمويل اللازم سيظل الوضع الأمني سيظل استمرار الحرب سيظل آلة الحرب سنتهم كل هذه القطاط وكل هذه الاستجابات وكل هذه الأموال ما لم يتم يخاف الحرب عزيزتي لا يمكن أن يكون هناك استجابة متكاملة لا يمكن هناك حذول للناس الناس بحاجة إلى أن يتنفسوا صعوداء أن يعودوا إلى وضايتهم يعودوا إلى أعمالهم أن تعود الخدمات الأساسية الكهرباء عامان كاملان من دون كهرباء حتى الآن في اليمن تعطلت الخدمات أصبح الناس يعتمدوا على الواحة الطاقة الشمسية سواء للإنارة أو لبعض الأعمال البسيطة أو تعطل أعمالهم الأخرى التي تعتمد بشكل رئيس وكبير على الطاقة الغير متوفرة هناك مشاكل بما تعلق بإمدادات النياه مشاكل بإمدادات الصحية عدم قدرة الحكومة على توفير النفقات التشغيلية للمرافق الصحية في الجمهورية عدم قدرتها على جفع المرتبات كل هذه المشكلات تصب وتضاعف من الأزمة الإنسانية وبالتالي تجعل من جهود اللغاثة تجعل تحديات مكسفة ومضاعفة أمام جهود اللغاثة الدولية والمحلية والإقليمية نعم سيد محمد إذا ما تحدثنا عن الأطفال في اليمن كانت في الفترة السابقة هناك مجاعة في أوساط الأطفال وسوء التغذية كيف هو الوضع الآن في اليمن من حيث الأطفال وما زالت مستمرة برامج مكافحة سوء التغذية بين الأطفال في اليمن دعيني أقول لك أنه في عام 2011 على سبيل المثال كان لدينا قرابة 260 وحدات تغذية علاجية الآن في اليمن مع الأزمة وصل عدد الوحدات التغذية العلاجية التي تمولها وتدعمها اليونسيث 2900 وحدة وفي زياد مستمر هذا بما يخص معالقة سوء التغذية بين الأطفال كنت في عام 2014 أعطي تصريحات وأقول أن هناك 160 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الحاد الشديد الآن نتحدث عن 462 ألف طفل معنى زيادة 200% عما كان عليه الوضع في 2014 يعني المسألة هنا في غاية الصعوبة نعالج الطفل من مسألة سوء التغذية ويخرج من العيادة وقد تحسنت صحته وتحسنت بنيته البدنية وبالتالي يعود إلى المنزل وفي المنزل لا تقدر أسرة ما تقتات عليه ويعود الطفل تدهور صحته من قديد ويعود من قديد إلى حالة سوء التغذية وهي حلقة مفرغة من المشكلات لا تستطيع أن تعالج جزء وتترك جزء آخر فنحن وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمات الصحة العالمية ومجموعة العاملين ما فيها الفاء ومجموعة العاملين في مجال لغاثة الإنسانية نعمل بشكل متكامل ولكن كما قلت الأزمة أكبر بكثير من الجهود الموجودة على الأرض الآن مع شحة التمويل واستمرار الصراع نعم وضحت الفكرة سيد محمد إذن المتحدث المتحدث باسم اليونسي في اليمن محمد الأسعدي كنت معنا من صناعة شكرا جزيلا لك إذن شاهدين الكرام الآن ينضم إلينا الصحفي وسام محمد من تعز وهو أحد منظمي الحملة الإلكترونية التي انطلقت منذ أيام والتي حملت واسم أنا جيعان أهلا بك محمد وسام أهلا بك مرحبا أمان وأنت أحد منظمي الحملة الإلكترونية التي حملت واسم أنا جيعان لو تحدثنا عن الحملة وكمية التفاعل معها بالنسبة للحملة هي جات تقريبا استجابة للمعاناة التي أصبح يعيشها الناس هنا في تعز نعم الوضع أصبح يتجه نحو التعفل علينا لا نتوقع أن يستجيب الناس بعملية التفاعل مع الحملة من الوهلة الأولى الناس لم تعد تعول على الحكومة الشرعية لم تعد تعول على كل الأطراف الفاعلة ومن الصعب أن نطيعها أنه هاشتاك في الفيسبوك أو في تويتر ممكن أن يصنع لهم حلا لكن الحملة جاءت كمقدمة نحو بح بدائل الوضع أصبح مخيف جدا الكثيرين يتساقطون على هامش الحرب حتى خيار السلام الذي تحدث عنهم بعض لم يعد حلال في ظل بقاء معادلة التبويع قائمة هذه المعادلة لا تتبثل في صالح والحوزي كترة تشعل هذه الحرب ويعمل على إدامتها بالمقادل تستطيع أن تقولي أن هناك سلطة شرعية تبادل الناس ومعادلتهم مزيد من العدل وبالذات عندما يتعلق الأمر بوضع التعيد الحرب والحصار متواصل والناس لم تتسلم رواتبها منذ سبع أشهر أما التحالف العربي تقريبا مصبح واضحا أنه وضع أي معادلة فاهتماماته تتصل على تحقيق المكاسب العسكرية فقط وإن كان على حساب معاناة اليمنيين وعلى حساب بوعهم وعلى حساب خراب بلادهم لا يهمهم أن الناس وقعا تحت فطوة صالح والحوزي وأنه ينبغي عمل لازم لتحريرهم فقط المعركة التي تقومها الإمارة السعودية أفضح التعلقة بالسواحل وهذا مهم لكنه لا يكفي ويدفع اليمنيين وطأة القهر والبوع إلى تبني خيارك متهورة اليوم بالفعل الناس قد تذهب خلف خيارك متهورة جدا مثلا من أيام من أيام خلال الأسبوع هذا سمعنا أن هناك إعدادات لمسيرة البطول الخاوية نحن عدم أنا ليس لدي فكرة عن هذه المسيرة ولدي مخاوط حقيقية من وجود جهات مشبوهة سوف تستغل صحة طبعات وتستثمر لصالح مشاريع مضهولة كما حدث أثناء إقرار البرعة نعرض أن الحوزي أسام دعنا نركز على موضوع الحلقة وتحذيرات من المجاعة في اليمن والحراك الشعبي بهذا الخصوص عن طريق الحملة الإلكترونية التي أطلقتموها هناك الكثير من الصحفيين ومن الكتاب وحتى من المواطنين العاديين بدأوا بالكتابة والتعبير عن الأوضاع السيئة التي يعيشونها الآن في اليمن كما تحدثت في ظل انقطاع الرواتب وشحة المساعدات الإنسانية والحصار والحرب وإلى مال ذلك هل هناك رد فعل حكومي نتيجة هذه الأصوات التي بدأت تعلو في مواقع التواصل الاجتماعي هل هناك أي جهات محلية كان لها أي رد فعل تجاه هؤلاء الناس نحن عندما أطلقنا الحملة أطلقناها ونحن لم نعد معول على الحكومة الشرعية هذه حكومة عاجزة تماما عن تقديم أي أمل للناس نعم بس أنت تحدثت وسام أنكم لم تعولوا على أطراف الحرب ولكنكم تسعوا للبحث عن بدائل ما هي هذه البدائل المتاحة أمام الناس تقريبا الحل اليوم يقمن بضرورة وجوز اقتراحات وعمل جديد وعلينا أن لا نفقد الأمل بالأحزاب نهائيا الحزاب الثلاثة المشاندة الشرعية والتي لديها خبرات نظالية وقاعدة شعبية واسعة على الأرض أقصد الإصلاح الاشتراكي الناصري أصبح مطلوب من هذه الأحزاب اليوم أن تتقاوض أزمة استقاء التي هي سائدة بينها منذ المنزل عن الحرب قبل عامين في هذه اللحظة لم يعود الأمر باعتقاد يتعلق بالمكاسر السياسي والحسابات الضيقة الأمر أصبح يتعلق بحياة الناس لكن بالمقابل مطلوب من قوى ثورة فبراير التحرك وعدم الانتظار على انتظار الأحزاب والحكومة أو المنظمات الدولية على شباب الثورة يفكر بالاقتراب من الناس ومعاناتهم ويبدأ الطرق التي تستطيع أن تخفف من وطأة المعاناة المنظمات الغاثية لا يمكن أن تقدم حلا كاملا هي فقط تستطيع تسكين الناس لبعض الوقت لكن شباب الثورة تحضرون على فعل المنقل ونظم أنفسهم في سبيل الهدف القديم الذي هو إنتاج نظام سياسي نعم وصام أنت صحفي ونزلت وزرت بعض المناطق خاصة في السحل الغربي وفي تعز وفي أرياف تعز أنت نظرت إلى الواقع عن كثب كيف هو وضع الناس ما هي الرسائل التي طلبوا منك كصحفي أن تنقلها كيف هي الناس في هذه المناطق بالنسبة لي وضع الناس أصبح مخيف للغاية اليوم مثلا في الصباح أحد المستاجرين في شارع جمال دوار مصرف الكريمي أخرج آثاته للشارع وقام بإحراقها لماذا؟ لأن المؤجر لم يمنحه فرصة أخرى لتأخير الإيجار وهو فقد عمله فقد راتبه الناس أصبحت تتفاقص على هامش الحرب وليست هم الكارثة علينا أن نتوقع أن الحرب هي معاناة وبوع لكن الكارثة أنه لا يوجد طرف يمتلك حلول أو يستطيع أن يمنح الناس أمل مثلا تقريبا الفوضى الأمنية في تعز تعظمت في الأشهر الأخيرة بسبب انقطاع الرواتب بسبب أن الناس لم يعد لديهم عمل بالنسبة لمعاناة الناس بشكل مباشر وشخصي هناك ثقافة اجتماعية سائدة فمنع الناس من التعبير عن معاناتهم بوضوح لكن يمكننا معرفة معاناة ديراننا يمكننا معرفة معاناة النازحين يمكننا معاناة الفئات الأشد شقرا الفئات التي هي في الوضع العادي لا تستطيع تدبير أمور حياتها كيف نتخيل أن حياتها اصطحة الآن الوضع مرعب بالفعل وعلينا نعم هذا ما كنا نود معرفته منك ويساب هو وضع الناس بحكم أنك بالقرب منهم إذن شكرا جزيلا لك ويسام الصحفي ويسام محمد كنت معنا من تعز إذن بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث من مشاهدين الكرام لا يسعني بالآخر لأن أشكر ضيوفي والذي كان معي من صنعاء سيد محمد الأسعد المتحدث باسم اليونسف في اليمن وكان معي من القاهرة ريم ندا المسؤول الإعلامي لبرنامج الغداء العالمي والصحفي يسام محمد الذي كان معنا من تعز هذه تحياتي أنا أمل عليه وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد عبد المغني نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة